اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير الكثير من متابعين مسلسل طائر الرفراف كانوا متشوقين ومتحمسين لموضوع عابدين وكشف الحقائق لكن بعد الحلقة الثامنة والسبعون الحماس قل وهناك غضب ايضا وذلك بسبب كلام عابدين بعد معرفته الحقيقة بهذا المشهد حيث قال هليس كورهان عمي الرجل الذي جعلني عبدا على بابه لسنوات الرجل الذي جعلني كلبا لحفيده عمي اذا هو من وضعني في الميتم وقال المتابعين لماذا قال عابدين انه كان كلب لدى فريد وكانت معاملة فريد له جيدة ويعتبره مثل شقيقة وكذلك في المشهد الذي ذهب به عابدين للقصر تذكر مشهد لفريد عندما كان يهينه ويقول له ماذا تفهم من صلة الروح وصلة الدم واضح لماذا لا احد من عائلتك بجانبك وقالوا المتابعين لماذا تذكر عابدين فقط الشيء السيء ولم يتذكر الجيد مع فريد وهل سينتغم عابدين من عائلة كورهان بما فيهم فريد الذي كان يعتبره مثل شقيقة ما رأيكم انتم بهذا الموضوع شاركوني اراكم في التعليقات الى اللقاء بالفيديو القادم شكرا